بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل في مساء إدارة الأزمات الصحية في الفصل 11 عن المعلومات ودورها في إدارة الأزمات الصحية تحدثنا خلال اللقاءات الثلاثة الأخيرة عن دور التخطيط ودور القيادة ودور الفريق الفعال في كيفية معالجة وإدارة الأزمات والتعامل معها كما لتلك النقاط أهمية أيضا تسبق كل هذه الأمور المعلومات ودورها المهم في إدارة الأزمات التي تعتبر حجر الأساس للتعامل مع الأزمة ووضع كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الأزمات بداية بقبل الحدوث وذلك من خلال التنبؤ المعتمد بالدرجة الأولى على وصول المعلومات والتعامل معها وقراءتها وتحليلها المستفيد برورا لوضع الخطط التعامل وإدارة الأزمات ووضع السيناريوهات والتصورات الفكرية للتعامل ثم وضع البدائل وكيفية اختيار البديل الأفضل حسب ما هو موجود وتساعد في اتخاذ القرار وصولا إلى حالة من الاستقرار بالمؤسسة في حال وجود الأزمات وانتهاءا بالدروس المستفادة وهنا يتضح أن كافة مراحل الأزمة تعتمد اعتماد كل على المعلومات منذ قبل الحدوث وأثناء الحدوث وبعد الانتهاء وفي الدروس المستفادة من الأزمات لذلك فالمعلومات هي زاد كما أنها زاد العالم والمتعلم هي أيضا زاد إدارة الأزمات هي ضلت كل مسؤول وكل شخص له علاقة في إدارة الأزمات هي ضلته للوصول إلى بر الأمان من خلال المعرفة وزيادة المخزون الفكري والعلمي والمعرفي حتى تساعد في إدارة الأزمة والتعامل معها والخروج ببر الأمان للمؤسسة في حين حدوث الأزمات ما الفرق بين البيانات وبين المعلومات؟ البيانات كما أخذتموها سابقا في أكثر من مساق هي المواد الخام عبارة عن حقائق ممكن تكون أرقام صور رموز أي إن كانت هي حقائق واقعية ولكن لا تعطي مدلول يبنى عليه تحتاج إلى معالجة من خلال برامج محوسبة أو معالجة يدوية تصل فيها إلى المعلومات التي تعتبر يعني مجموعة من البيانات المعلومات التي تم معالجتها وتحليلها وتبويبها وتصنيفها بطريقة مناسبة يفهم المحتوى منها والنتائجة منها لذلك فالبيانات أعم وأشمل من المعلومات ولكن المعلومات هي أدق وأوضح لمالها من تفصيل وتوضيح في تحليلها للبيانات نفسها نظم معلومات الأزمات هي أنظمة تعبر في ذاتها عن مجموعة من العناصر التي تربطها علاقة وصلة معينة تقوم على جمع وفرز وتصنيف وتبويب وتحليل البيانات أيضا حفظ البيانات وسهولة استرجاعها عند الحاجة ممكن أن تقدم إلى متخد القرار من أجل اتخاذ القرار المبني على المعلومة والمسند معرفيا وذلك يكون من خلال توظيف الأجهزة المحوسبة توظيف برامج تطبيقية معينة محوسبة تساعد في عملية تحليل البيانات زي برامج الاس بي اس اس مثلا برنامج الابي انفو برنامج الساس الإكسل هاي البرامج اللي ممكن تقوم على معالجة البيانات ووصولا إلى معلومات ذات مدلول واضح تساعد في رسم السيناريوهات ويعني ممكن أيضا من البرامج اللي تساعد في نظم المعلومات جلسات العصف الفكري أو الدهني المجموعات البؤرية الاستشارة أهل الرأي والمشورة والمستشارين وكل هذا بهدف البعد عن استعمال أو استخدام النزعات العاطفية والتقدير الغير مبني على المعلومة تقلل من احتمالية الخطأ مهام أنظمة معلومات إدارة الأزرات أولا الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأزمة وصانعي الأزمة وسير مجال الأزمة وتطورها يعني نقول عنها data collection أو مرحلة الجمع البيانات أولا بأول نين الاستغلال الأمثل والاستخدام الفعال لكافة البيانات والمعارف التي ترد وذلك من خلال تحليلها وقراءة النتائج التي ترد والآن سنتحدث عن مثال ثالثا ضمان تدفق المعلومات في موقع الأحداث في حال حدوث الأزمة والتحليل أولا بأول والتقييم ورفعه لمتخذي القرار في المؤسسة رابعا توفير كافة الإجابات المناسبة التي يطرحها مدير الأزمة أو رئيس فريق إدارة الأزمة ومدير المؤسسة نفسها ويعني كمثال عند للطلاع إلى منحنيات لها علاقة برصد الأمراض المعدية أحيانا تجد أن هناك زيادة واضحة في المنحنة مقارنة بالأشهر أو فترات سابقة هنا يعني يجب أن تكون الإجابة واضحة هل هي زيادة موسمية؟ هل هي زيادة لها علاقة بنشاط قسم الوبائيات والطب الوقائي في نحو رصد الأمراض المعدية أعلى سبيل المثال أو أنه بالفعل عندنا زيادة غير متوقعة تعني أن هناك وباء وهذا طبعا يعتمد على الحصول للبيانات إدخالها على برنامج محوسب وتحليلها واستخدامها بشكل مناسب وأولا بأول يتم التحليل وقراءة تلك النتائج ورفحها إلى متخذ القرار أهمية المعلومات في إدارة الأزنان أهميتها أهمية كبيرة جدا والواضح والمعلوم أن أي قرار اتخذ بطريقة سليمة كان نابعا ومعتمدا على المعلومات الكاملة والوافية والدقيقة والصحيحة وفي وقتها وأن القرارات الغير سليمة والغير واعية كانت بناء على من أسبابها غياب المعلومات الدقيقة والصحيحة والواضحة والتي يجب أن ترد في وقتها ولكن أهمية الدور الحيوي للمعلومات في إدارة الأزمات في عدة نقاط أولا تجنب المفاجأة وهذه تحدث في حال عدم توفر المعلومات وتقدير وقراءة المعلومات التي ترد في حال قصورها في عدم التعامل معها في الوقت المناسب فغالبا تكون الأزمة على درجة عالية من الحد لكن عند التعامل الصحيح وتقدير واقع المعلومة والتعامل معها وفي وقت مناسب تجنبنا المفاجأة وهذه أحدث وأبرز إيجابيات المعلومات في وقتها سرعة اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف وهذه من المهام أو من الإيجابيات الكبيرة للمعلومات وتلعب دور كبير جدا في حال ورود المعلومات والتعامل معها بشكل دقيق تساعد في المسؤول على اتخاذ القرار المناسب حسب طبيعة الحال والموقف من الأدوار الحيوية أيضا ضمان التوصل للقرار السليم بعيدا عن أي انطباعات خاطئة لدى صانع القرار أو متخذ القرار يعني هنا زي ما حكينا في النقاط السابقة أنه لها علاقة وصول المعلومة والتعامل معها الدقيق والصحيح والتقييم الجيد لها وقراءتها في الوقت المناسب واتخاذ القرار منها عليها بعيدا عن الهوى الشخصي أو الانفعالات أو النزعات العاطفية اللي ممكن تكون سبب من أسباب عدم تقدير الموقف والحكم الخطأ لذلك المعلومة الجيدة تساعد في الوصول إلى القرار الحكيم والسليم وفي وقته حسب طبيعة الموقف أيضا من الأدوار الحيوية زيادة المرونة في اتخاذ القرار لمواجهة الأزمة والتداعيات المحتملة لها وهذا الدور يعتمد بالدرجة الأولى على استمرار تدفق ووصول إلى المعلومات إلى مركز القيادة وإدارة الأزمة اللي بناء عليها يتم التحديث أولا بأول واتخاذ التعديلات والإجراءات التي تناسب التوقيت الجديد فيما يتعلق بتداعيات الحدث واستمرارية التغيير فيها من الأدوار أيضا تعظيم الإمكانيات والقدرات الخاصة بإدارة الأزمة هذا الدور يمكن أن يتحقق من خلال تحقيق أفضل استثمار وتوظيف الإمكانيات والموارد في حال وجود الأزمة الموجودة داخل المؤسسة والاستفادة منها بشكل أكبر أيضا من خلال توفير البدائل واختيار البديل الأمثل بناء على المعلومات التي ترد أولا بأول فيما يتعلق بإدارة الأزمة وتجاوز المشكلة الموجودة كذلك زيادة القدرة على التحكم في ضبط واقع الأحداث بشكل عام فيما يتعلق بالأزمة أولا بأول والاستفادة أو الدروس المستفادة من إدارة الأزمة وطبيعة الأزمة وحدود الأزمة ومآلاتها وما انتهت إليه الأمور المعلومات لها عدة تصنيفات تصنيف من ناحية مصدر المعلومة كمعلومات داخلية أي أنها عبارة عن حقائق والأحداث والمعلومات التي تتعلق أو تأتي من داخل المؤسسة وتعطي صورة عن طبيعة سير المؤسسة وأشخاصها وأفرادها وموظفيها والوحدات فيها معلومات خارجية وهي المقصود فيها مجموعة المعلومات والأحداث والبيانات التي ترد من خارج المؤسسة من خلال الأشخاص أو المؤسسات ذات العلاقة والتي تؤثر في المؤسسة من خارجها التصنيف من وجهة نظر الإدارة في معلومات محاسبية أو إدارية محاسبية مقصود فيها يعني لها علاقة بالجانب التفصيلة والعلاقة بالأرقام وإدارة المال والتفصيل فيها بينما الإدارية بتكون يعني إجمالية أكثر غير مفصلة ممكن تكون من خلال اختصارات ورسومات بيانية تعطي صورة عامة دون التفصيل في تصنيف المعلومات الإدارية حسب المستوى الإداري سواء إدارة استراتيجية أو معلومات في الإدارة العليا وعادة تكون بعيدة المدى حسب المستوى الإداري الموجود وتتعلق بمعلومات علاقة بمساندة الرؤى والأهداف واستراتيجيات المؤسسة المعلومات التكتيكية أو بسموها الوظيفية هي التي تخص المستوى الإداري في الإدارة الوسطى وغالباً بتكون معلوماتها إلا علاقة بالأكشن بلان أو خطة العمل اللي بتكون قصيرة الأمد غير المعلومات الاستراتيجية وتتعلق بالأنشطة وطبيعة العلاقة ما بينها بالأنشطة الخاصة بالإدارة التنفيذية بناء على توجيهات من الإدارة العليا المعلومات التنفيذية هي تأخذ الجانب التفصيلي بشكل عام أكثر من الإدارة أو المستوى المعلومات الاستراتيجية أو التكتيكية ففي التنفيذية بتأخذ جزء من المعلومات التفصيلية ولا علاقة بطبيعة العمل اليومي أولاً بأول فالاستراتيجية قد تأخذ معلومات العلاقة بطويلة الأمد مدة زمنية طويلة بينما التكتيكية قد تصل إلى يعني قد تكون معلومات قصيرة الأمد ولكنها قد تصل إلى مدة السنة بينما في المعلومات التنفيذية إلى علاقة بالعمل اليومي ومتجددة أولاً بأول فيما يتعلق بتصديف المعلومات الإدارية للإدارة العليا هناك سبعة أنواع أولاً المعلومات المتعلقة بالأوضاع الحالية ومستويات الإنجاز وهنا يقوم أو تقدم المعلومات للإدارة العليا لتحليل المقارنات ما بين المستوى الأداء الفعلي ومستوى الأداء الواجب أن يكون حسب الرؤى والخطاط الموجودة وهنا بسموه أسلوب تحليل الفجوات أنه يقارن ما بين المستوى الأداء الفعلي وما هو واجب أن يتم الأداء ثانياً المعلومات المتعلقة بتقييم العمل وهذه من خلال تحليل الصوت نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة وأيضاً تحليل الفرص والتهديدات لثريتس أند أبورتشنتيز المتاحة للمؤسسة أو المهددة للمؤسسة معلومات تحذيرية وهذه تتضمن إشارات تحذر الإدارة بوجود تغييرات معينة قد تؤثر على المؤسسة وعلى كيانها ووجودها يعني متعودين أنه يعني الأزمات اللي بتمر بيكون لها مجموعة من الإشارات والإرهاصات والتحذيرات الناس الواعي يجب أن تأخذ فيها اللي ما بتأخذ فيها فتؤدي إلى حالة انفجارية من الأزمة بشكل سريع جداً أيضاً معلومات التخطيط وهذه تشمل كافة المعلومات التي تلزم لعمليات التخطيط ووضع الخطط والبرامج التي يمكن اللجوء إليها مستقبلاً في حال وجود الأزمات معلومات العمليات الداخلية وهذه تعطي صورة توضيحية أكثر عن طبيعة المؤشرات التي تعكس طبيعة العمل داخل المؤسسة وهذا يؤخذ من خلال التقارير من خلال الفيدباك أو التغذية الراجعة من خلال المتابعة والملاحظة الميدانية والإشراف الميداني أيضاً المعلومات البيئة الخارجية للمنظمة وتتعلق هذه المعلومات بأراء واتجاهات الناس المؤثرة والتي تتأثر أيضاً بالمؤسسة من خلال وجودها وعملها يعني رزيرة أرى الإعلام أرى الناس ملاحظاتها شكواها قبولها إيش بيحكوا عنا مجموع الناس إيش بيكتب عنا الإعلام بشكل عام قديش مو عندي ممكن يكون مترددين لو بنجي بنحكي على أعداد المترددين من المستفيدين من الخدمة لو بنحكي على منتجات في السوق قديش إلها رواج قديش في إلها يعني هل زادت نسبة الإقبال عليها أو تراجعت أو إحنا ما زلنا على نفس مستوى معين فهذه المعلومات إلها علاقة بأراء واتجاهات وأفكار الناس عن المؤسسة نفسها المستوى الأخير أو التصنيف الأخير من المعلومات للإدارة العليا المعلومات المعددة للتوزيع خارج المنظمة وهذه كما هو واضح في عنوانها إيش هي المعلومات اللي إحنا بدنا الناس تعرفها عننا إيش بدنا الإعلام يتحدث فيها عننا عشان هيكت هذه يعني بتخص اثنين أساسيين المتحدث باسم المؤسسة ومراجعة دقيقة من خلال رئيس مجلس الإدارة أو مدير المؤسسة نفسها حتى يعني يتم التوافق على ما هو مطلوب أن يصل إلى العامة هناك في بعض الأشياء تحجب بيكون فيها نوع من السرية يجب أن لا تعلن وفي أشياء لا بأس في أنها يعني يتم الإعلان عنها ويصل إلى كافة المؤثرين والمتأثرين من المؤسسة ومن وجودها ومن نشاطها سرية المعلومات في ظروف الأزمة وهنا يعني ممارسة سلوب ونمط التقنين في المعلومات وأنماط التقنين التحكم في كم المعلومات التي ستعلن من خلال المتحدث باسم المؤسسة وفريق إدارة الأزمة التحكم أيضا في نوع المعلومات اللي ممكن الإعلان عنها أو حجبها التحكم في توقيت حجب أو إطلاق المعلومات يعتمد طبعا على نوعية الأزمة والمستوى اللي وصلت إليه كمان من أنواع التقنين في المعلومات التحكم في تحديد الأطراف اللي مسموح لها أن تزود بالمعلومات أو لا تزود بالمعلومات هي طبعا يعني تحتاج إلى مراعاة دقيقة لأنه قد يكون زي ما حكينا هناك أشخاص من ما يسمى بالمؤسسة العميقة لهم أهداف مغايرة عن أهداف المعلنة في تعاملهم اليومي في المؤسسة وقد يكونهم سبب من أسباب حدوث الأزمة لذلك يجب أن يتم التقنين في تحديد الأشخاص والأطراف التي يسمح لها بأن تصل لهم المعلومة ومن لا يسمح لهم بالوصول وتزويدهم بالمعلومة أيضا ما هي الأسباب الشائعة لممارسة السرية للمعلومات في وقت حدوث الأزمات أول شيء ممكن الشعور بالخوف من المسائلة الرسمية لدى مسؤولي المؤسسة وهذا يعني يدفعهم إلى التكتم وعدم التصريح بطبيعة الأحداث اللي وصلت إلها المؤسسة وطبيعة وجود الأزمة بخافوا من المسائلة وتحمل المسؤولية أمام المسؤولين قد تمارس السرية من قبل بعض أطراف القرار المتأزم بقصد تفويت الفرص على أطراف قد تكون هي سبب من أسباب حدوث الأزمات قد يكون حجب المعلومة من أطراف المؤسسة بسبب عدم كفاية الوقت في ظل أن تسارع الأحداث والمعلومات المتدفقة أدى إلى حجب المعلومات واتخاذ قرارات بعيدة عن الرأي والمشورة من أعضاء الفريق وإدارة المؤسسة بسبب ضيق الوقت قد تكون عملية حجب المعلومة بسبب خلل أو تلف في البرامج التي يتم استعمالها لمعالجة وتصنيف وتبويب البيانات نفسها أو بسبب خلل في عمليات النقل والحفظ المحوسب لأنظمة المعلومات أدى إلى فقدانها وهذا بحد ذاته حجب المعلومة بطريق المقصود في رؤية أن المحافظة على سمعة المؤسسة وهذه طبعاً علاقة بالمستوى الإداري وأنه إحنا ما بدنا نظهر فشلنا ونظهر إخفاقاتنا ومشاكلنا لأنه في عنا منافسين خارجيين قد يؤثروا على المؤسسة وكيانها ومشروحها وأهدافها أيضاً التنصل من المسئولية بصدد ملابسات وأسباب الأزمة ممكن تؤدي إلى ممارسة السرية والتكتم على المعلومات لأنه خلينا هيك لابدين زي ما بقولوها وبدناش حدا يعرف عنها وإن شاء الله الأيام بتعالج وهذا طبعاً دليل فشل إداري كبير وتأليه وقدسية للمسئول حين السمع له في ذلك الرأي الجهل بأهمية ودور المعلومات واللا مبالاة أو الإهمال في التعامل معها قد يكون سبب لممارسة عمليات التقنين الغير مقصود يعني ما فيش قيمة بالنسبة لهم للمعلومات لذلك ما فيش داعي تتعمم ولا إنها تصل لأطراف المؤسسة نفسها أو فريق إدارة الأزمة أو أيضاً حتى با الإعلام فبتظلها طي الكتمان وهذا يعتبر برضو أسلوب جهالة لدى المسئول حماية المصلحة الوطنية من منظور المسئولين ورسمي السياسات على مستوى الدولة زي لما بيصير في حال الانفجارات عند اليهود بتلاقي تم تطويق المنطقة كاملاً لما بيصير أي حدث وبكون في حجب للمعلومة كمان لما بيكون في أوبئة بالعادة أنه بيكون واضح أنه هناك تقنين إلو علاقة بالمحتوى إلو علاقة بالوقت في التصريح فيما يتعلق بهذا الأمر لأنه يعني الوباء يعتبر حتى غير أنه مسألة صحية إلو علاقة بجوانب سياسية واجتماعية وعلاقات جوار وما إلى ذلك أيضاً ممارسة تقنين المعلومات بقصد الإضرار بالجهاز الإداري المتأزم وهذا يعني بيكون أمر هادف وهذا بيكون له علاقة بالمستويات ما دون الإدارة العليا وبالعادة لما يعني تنشر هالمعلومات بتكون مفاجئة وتؤدي إلى يعني تهديد كبير إلى مستوى الإدارة العليا آخر شيء ممارسة تقنين المعلومات بقصد إعاقة عمليات الوقاية التي قد تتخذ لمنع يعني وجود الأزمة وإنهيار المؤسسة وهذا إلو علاقة زي ما حكينا قبل هيك بالمؤسسة العميقة أو الأشخاص الذين يظهرون ما لا يبطنون ويكونهم سبب من أسباب تهديد المؤسسة والإضرار فيها وبهيك بنكون أنهينا الفصل الحادي عشر نحو المعلومات ودورها في إدارة الأزمات نستكمل في الفصل القادم إن شاء الله أهمية الوقت في إدارة الأزمة شكرا للمشاهدة